حطت سنة العصفور في الشراء وهنعمل افكار كتير جدا مع بعض باذن الله هتعجبك جدا يلا بنا بقى نشوف اول فكرة معانا ايه الفكرة دي بقى حلوة جدا كلنا طبعا بنجيب ليفة المواعين ديها شايفين بقى بتبقى عاملة ازاي وكمان يومين كده تلاقيها معاك بالشكل اللي انتو شايفينه دو طيب بدل ما نرميها لأ هنستفاد بيها هنبدأ كده نقص كده الجزء دوت معانا وهنشيل بقى السفنجة شايفين بقى هبتت معايا خالص ازاي يعني بدل ما نرمي بقى ديت لا هنجيب بقى السلكة الخشنة ديت بتبقى جميلة جدا وهنحطها بقى بدلها بالشكل اللي انتو شايفينه دو بجد الفكرة دي جميلة جدا هتعجبك جدا وهتبدأي عادي بقى اتخيطيها من الجزء ده او مش عايز اتخيطيها مفيش اي مشكلة هيكده كده افشا فيها يعني يعني مش هتطلع شايفين بقى بقيت معايا عاملة ازاي بقى جميلة جدا واستفدنا بيها جربي بقى الطريقة ديت وهتدعيلي عليها الفكرة دي بقى جميلة جدا هنجيب بقى الشراب وهتبدأي بقى تجيبي اللسان العصفور او مثلا شعرية او رز اي حاجة يعني وهتبدأي بقى تفتحي الشراب بالشكل اللي انتو شايفينه دوت وهتبدأي بقى تدخلي فيه لسان العصفور وهتقفلي بقى الشراب كويس جدا معاك يبقى الشراب بالشكل اللي انتو شايفينه دوت هبتدي بقى احط الشراب في الطاصة بالشكل اللي انتو شايفينه ده لمدة دقيقة بس مش اكتر عايزينه كده يسخن معانا وهتبتدي برضو تقليب كده يعني من كل الاتجاهات عشان تمتص بقى الحرارة يعني عايزين لسان العصفور معانا يبقى دافي كده يعني الفكرة دي بجد جميلة جدا 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 كده الشراب بعد بقى ما بقى دافي معايا خالص بجد الفكرة دي جميلة جدا هتبداي بقى تحطي كده الشراب على اي منطقة بقى بتوجعك مثلا لو عندك رتوبة في ظهرك او في رجلك او في المفاصل بجد بتبقى جميلة جدا يعني الشراب كده بقى سخن معاك وتقدر تتحكمي فيه وتحطيه على اي منطقة بتسحبلك طبعا الرتوبة اللي فيها بجد الفكرة دي جميلة جدا جربيها بقى وهتدعيلي عليك الفكرة دي بقى حلوة جدا لو عندك بقى السجاد عمل معاك بالشكل اللي انت شايفاه ده يعني اتبرم معاك بالشكل دوت وطبعا بقى يوقع اولادك كده وما بيبقاش لطيف خالص هنعمل بقى فكرة حلوة جدا هنجيب بقى المكوى وهنبدأ نسخنها وهنمشي بقى بالشكل اللي انت شايفاه دوت بجد الفكرة دي جميلة جدا هتلاقيه بقى اتفرد معاك بمنتهى السهولة يعني بتبقى رخمة جدا بصراحة لما تدبرم بالشكل اللي انتو شايفينه دوت شايفين بقى اتفرد معايا بمنتهى السهولة ازاي يعني بصراحة فكرة المكوى حلوة جدا وبعد كده طبعا تحطي الدبل فيس الدبل فيس برضو بيبقى حلو جدا يعني ما بيحركش السجادة معاك خالص شايفين بقى رجعناها جديدة وكأنها طبعا ما اتبرميتش معايا خالص طبعا اعملي بقى 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 السجاد اللي عملك كده لو عملك بقى اي سجادة عاملة كده معاك يعني مبرومة معاك اعمليها بقى بالشكل اللي انت شايفاه دوت فكرة جميلة جربيها بقى وهتعجبك جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفيه قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لتكل جديد بازن الله الفكرة دي بقى جميلة جدا لو ابنك كده ضيع الاستيكا معاه او لو قلم رصاصه بالشكل اللي انتو شايفينه ده او لو قلم رصاصه مفوش اصلا استيكا هنعمل بقى فكرة حلوة جدا هجيب بقى الشامع التخين او الرفاية وهسياحه على النار وهبدأ كده امشي هعمله بقى زي الاستيكا كده معايا بالضبط بالشكل اللي انتو شايفينه دوت وقس بتاعة بقى لحد ما نشفت معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده لازما كده تنشف معاك بالشكل دوت وهجيب بقى عندي هنا هبدأ اكتب كده بالقلم الرصاص زي ما انتو ما شايفين وهبدأ بقى كده امسح بالاستيكا الجميلة اللي احنا عملناها شايفين بقى عملنا استيكا يعني من حاجة ما تتوقعهاش بصراحة جميلة جدا احلى استيكا شايفين بقى الجمال بجد الطريقة دي جميلة جدا جربيها بقى وهتعجبت جدا فكرة جميلة جربيها وهتعجبت جدا واتمنى لو اول مرة تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لبكل جديد باذن الله